السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حلوين عامل ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة جديدة هنعمل غرزة عمود بلفتين فكنا قبل كده عملنا غرزة عمود بلفة من المرة دي هنعمل غرزة عمود بلفتين فهي غرزة سهلة جدا جدا فاحنا الاول زي ما عدد مناسب كده علشان نعمل على كرزة العمود بلفتين فحنبدأ بسم الله هنعمل عدد مناسب من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة داشر اتناشر تلاتة اشر بعتاشر خمستاشر ده عدد كده منزب كده فحنبتدي نعمل الغرزة اللي بعد كده انا هنا هعمل لفتين على الابرة كده سن الابرة قدامنا زي ما قلنا كل مرة هنعمل لفة كمان لفة وانزل في اللي بعدها اعمل عمود بالشكل ده كده اصبح عندي اربع لفات هسحب لفة من الابرة اصبح عندي تلاتة هطلع من هطلع من اتنين في اتنين بالشكل ده كده اعمل سلسلة واللي بعدها اعمل كده عندي اربعة اعمل اتنين في اتنين في اتنين بالشكل ده كده اللي بعدها هنا كده رفتين هنزل اعمل لفة لفة من الابرة بعد كده اطلع من الاتنين في اتنين بالشكل ده كده اخد سلسلة بعد كده ادي هنا لفة كمان لفة وانزل في اللي بعدها اطلع اصبح عندي تلات لفات هاخد لفة من الابرة وفي لفة في لفة بالشكل ده كده اعمل سلسلة واسحب لفة كده وكمان لفة وانزل في الخانة اللي بعدها اعمل كده بالشكل ده كده اصبح عندي اربعة لفات اطلع من اتنين في اتنين في اتنين بالشكل ده كده اخد سلسلة بعد كده لفة اتنين لفة كده وانزل اللي بعدها هنا عندي اربع لفات على الابرة هاسحب اتنين في اتنين في اتنين واخد سلسلة بالشكل ده كده وانزل اسحب لفة واحد في واحد بالشكل ده كده اخد سلسلة واعمل لفة في لفة بالشكل ده كده اتنين في اتنين في اتنين بالشكل ده كده غرزة عمول بلفتين بمنظرها كده بمنظرها جميل جدا راحنا هنكمل بقية السطر كده عند اربعة لفات على الابرة هاسحب اتنين في اتنين في اتنين اخد سلسلة بعد كده برضو بالشكل ده كده اتنين في اتنين في اتنين واسحب بسلسلة بعد كده كده اتنين عمول آآ لفتين على الابرة وبعد كده بنزل في اللي بعدها بالشكل ده كده اسحب سلسلة اسحب سلسلة هنا كده لفة على الابرة اخد كمال لفة وانزل بالامر الغرزة اطلع من اتنين في اتنين في اتنين بالشكل ده كده اجي عند اخر واحدة هعمل اللفة كمال لفة وانزل اعمل الورزة بالشكل ده كده اخرج من اتنين في اتنين في اتنين انا كده ارتفعت سلسلة بعد كده ادير الشو هبتدي بقى اعمل ايه؟ الراون كمان اصحب اتنين اتنين عمود اتنين عمود بلفتين بالشكل ده كده الاول هنرتفع ثلاث سلسل بعد كده ادخل اعمل عمود بلفتين بالشكل ده كده انا كده عملت الراون التاني هنا كمال لفة ولفة ادخل في اللي بعدها فالغرزة دي ممكن تنفيذيها في شال او او قفية برده بس هلحسب بقى انت هي ما انت حبه هي دي زي غرزة غرزة عمود بلفة فهدي عمود بلفتين اخد سلسلة بعد كده اعمل لفتين وانزل اعمل اصحب اتنين في اتنين في اتنين بالشكل ده كده بالشكل ده كده لفة في لفة بالشكل ده كده اصحب سلسلة كده كده نفع الابرة وكمال لفة وانزل اعمل غرزة بالشكل ده كده لفة وكمال لفة وانزلها جميل جدا الغرزة دي اتمنى انتوا تنفيذ زيوها وانزلها اعمل لفة ارجع لبعد كده اعمل لبعد كده اصحب اعمل اتنين في اتنين في اتنين وانزل سلسلة اللي بعدها اعمل اتنين لفة اخرج من اتنين في اتنين في اتنين وعمل سلسلة اجي على اخر واحدة اعمل لفتين اخرج في اتنين في اتنين كده انا خلصت الروين هسحب الروين جديد بالشكل ده كده فهي دي هي دي غرزة عمود فهي غرزة سهلة جدا اتمنى انكم تنفيذوها اشتركوا اشتركوا في القرآن اضافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة